موسيقى من بعد ولادة موسى عليه السلام الأجواء اللي أحاطت بولادة موسى وما بعد ولادة موسى كانت أجواء غيبة مو ظهور أجواء عالم الغيبة والخفاء والسرية مو ظهور والعلن وإلى آخر بدليل بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى شوف هذه الآيات كلها تحمل طابع السرية والخفاء والغيبة والاستتار وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه أكو خوف على هذا الوليد هناك من يريد قتله وهكذا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولهذا في الروايات الشريفة لما ولد الإمام المهدي جاءت مجموعة من الملائكة أخذت الإمام فخافت عليه نرجس وأصبح فؤادها فارغة كأم موسى الإمام عليه السلام قالها الله سيرجعه إليك كما الله جل وعلا بشر أم موسى بذلك كما سأتلو الآن هذه الآية القرآن يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فإذا خفت شوفوا فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين كلها أجواء غيبة واستتار وخفية وإلى آخر وهذا ما حصل أيضا مع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف الغيبة اللي حكمت ولادة موسى حكمت ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف خصوصا وأن الإمام المهدي ولد في حامية عسكرية وهي سر مرأة كان بها ترسانة سلاح يكفي لـ 43 دولة من دول اليوم الأمة الإسلامية اللي كان يحكمها طواغيت من العباس في ذلك الوقت لما قسمت في تقسيم اليوم كدول هي عبارة عن 43 دولة ترسانة سلاحة سر مرأة مدينة عسكرية حامية عسكرية مركز تدريب ترسانة سلاح ولد الإمام في أجواء كهذه والكل يبحث عنه بدأوا يبحثون عنه في زمن الجواد فما بالك فيما بعد ذلك يعني في زمن ولادته وما بعد ولادته وشهادة والده وهو الثاني عشر اللي أخبر به رسول الله في اثنى عشر كما في البخاري ومسلم ثم يقول القرآن هكذا شوف الغيبة استمرت من ما قبل ولادة موسى إلى ولادة موسى إلى ما بعد ولادة موسى موسى كان غائبا سواء كان في حمله أو بعد حمله كان غائبا مع أنه موجود وهكذا إمام زماننا غائب لكنه موجود هذه الغيبة في القرآن هذا معنى الغيبة في القرآن مفهوم الغيبة في القرآن هذا الذي لا يفهمه لا يفهمه أصحاب التكفير في عصرنا الحاضر أصحاب مواقع التكفير وفضائيات التكفير الذين يهرجون على غيبة إدماء المبي أخرجوا إمامكم ما فائدة وجوده ما فما فائدة وجود موسى مع غيبتي كحمل ما بعد الحمل إلى آخره القرآن يقول وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إن كادت لتبدي به لتبدي به يعني لتظهره لتظهره يعني هو غائب من قد ما خافت عليه رادت تظهره تظهر هويته يعني الغائبة هاي سميها غيبة الهوية وهذه أيضا موجودة مع الإمام المهدي عدد الله تعالى ولهذا آل البيت في مدة من الزمان حرموا متلفظ اسم الإمام المهدي ولعنوا ذلك ولعنوا من يتلفظ اسم الإمام في ذلك الوقت تقية خوفا على الإمام عدم إظهار هويته سلام الله عليه هذا معنى قرآنها وإن كادت كمان أنا أقرأ أو إن كادت لتبدي به أهل البيت مرهد أو الشيعة يبدون هوية الإمام سلام الله عليه طبعا إن كادت لتبدي به لم يقل لتأتي به لا لا تبدي به يعني تظهر هويته الغائبة إذن موسى كان في حالة غيبة في الولادة وما بعد الولادة كان يعيش الغيبة والاستطار والخفاء والسرية مو الظهور والعلن وإلى غير ذلك المقدات وهكذا الإمام تماما تكرر معه ما حدث مع موسى عليه السلام وإذا ليش كان في الموضوع نجح لما أخذته زوجة فرعون قالت عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداه إذن هو هذا المولود الغائب الموجود الغائب هذا المولود الموجود الغائب كان بين أيديهم بين يدي فرعون اللي كان يبحث عنه في بطون الحوامل وبين يدي زوجة فرعون ولكنهم لا يعرفون هويته وفرعون كان ما يعرف هويته فرعون كان يبحث عنه في بطون النساء وهو بين يديه ولا يعرفه أخوة الدليل على أنه كان غائب لو كان يعرفه لقتله هو يقتل النساء وأجنة النساء من أجل قطع الطريق أمام موسى للحياة حتى لا يأخذ منه عرشه أخذ موسى موسى كان بالنسبة لها ظاهراً كانت تعرفه لكن لفرعون كان غائباً فهو غائب لأكثر الناس وظاهر لخواص الخواص طبعاً مو هؤلاء الآن الذين يدعون هناك بعض الناس الآن يدعون أشكال الادعاءات ويضحكون على ذقون شبابنا هذا يقعد مع الإمام وذاك يشربوا يا الإمام لا لا مو هاي طريقة كبار علمائنا وفحول علمائنا وأتقياع علمائنا وأساطين علمائنا يلتقون بالإمام سلام الله عليه ويستفيدون منه كثيراً من الأمور وينصحهم ويسددهم بأبيه وأمه الإمام ظاهر على الأكثرية أو غائب على الأكثرية لكن مو بالضرورة أنه غائب عن الجميع كالغائب موسى كان غائباً على الأكثرية لكنه ظاهر لبعض الناس أو ظاهراً لبعض الناس هذه حقيقة قرآنية عجيبة واقعاً نستفيدها في معرفة غيبة الغائب على الجميع أو على الأكثرية مع وجوده مع الجميع هو كوجود الكل مع الكل وموجود ولكن ظاهر للكل أو لا لهذا قلنا غيبته في مقابل الظهور وليست الحبوض هذه معارف تقيلها أيضاً حتى بعد ما كبر موسى كان غائباً بسم الله الرحمن الرحيم وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ على حين غفلة من أهلها كان يذهب ويرجع يخرج يرجع يذهب إلى آخره كل تصرفاته كانت بخفاء وغفلة وسرية وغيبة ما كان الظاهر وهكذا إمام زماننا يدخل للمدينة ويخرج من المدينة ويذهب ويأتي لكن على حين غفلة بسرية هذا غائب لكنه موجود أقول يذهب ويرجع يأتي إلى آخره لكن على حين غفلة هذا معنى الغيبة مو عدم الوجود هذا معنى الغيبة الصحيح ودخل المدينة إذن موجود يدخل ويخرج لكن على حين غفلة من أهلها سرية وخفاء تحكم كل تحركاته وهكذا إمام زماننا إذن قطع ما فائدة وجوده وموجود ويذهب ويأتي كما يعبر القرآن الكريم شون ما فائدة وجود موسى مع أنه غائب على حين غفلة خلوا ليش ما يصرف بالعلن ويقتل آية أخرى فأصبح في المدينة خائفا يعني مو دخول بسرية وغيبة وعدم ظهور ولا خروج فقط وإنما حتى وجود في المدينة كان وجود الغائب المستتر وجود الخفاء الغائب الخائف المترقب إلى آخره شوفوا دخل المدينة على حين غفلة خارج منها خائفا يترقب أما داخل المدينة فأصبح في المدينة خائفا يترقب تشابه بنسبة مئة بالمئة خلالي أش هاكا يتصرف شو تقول لي بموسى أقول لك بالإمام المهدي شنو الحكمة شنو الحكمة هناك نفس الحكمة هناك تقول لي رواية ضعيفة هذه آيات القرآنية شو تقول لي إذا ذيك مدعاة للسخرية هذه الغيبة هذه الغيبة هذه الغيبة مدعاة للسخرية شو تقول لي جيد ثم هاجر إلى شعيب وغاب عن قومه هناك عشر سنين هذه غيبة حسنا مثل ما غيبة هوية وغيبة حمل هذه غيبة جسدية وهوية وراح يمشو عبق عشر سنين وغاب عن قومه عن بني إسرائيل وآل فرعون وإلى آخر ثم رجع إلى قومه وغاب عنهم أربعين ليلة ذهب إلى ميقات ربي وهذه أيضا غيبة ذيك غيبة وهذه غيبة ذيك غيبة كبرى عشر سنين هذه غيبة صغرى أربعين ليلة وين الإشكالة للموضوع هذه تحركات موسى هذا موسى الغائب عليه السلام